طيب على الجانب الاخر حياء الف مليون مبروك لمنتخبنا الوطني لكرة القدم النهاردة نجح ان هو يحقق الفوز التاني على التوالي في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم الفوز النهاردة تحقق خارج الارض على حساب منتخب سيرليون منتخب سيرليون الحياء عايز اقول لحضراتكم ان منتخب سيرليون النهاردة قدم مباركة هيدا ولكن استطاع منتخبنا الوطني بخبرته وبخبرة محمد صلاح وبخبرة مجموعة اللاعبين الموجودين وبالتعلق الكبير جدا جدا لتريزي جي انه يكسب منتخب سيرليون بهدف مقابل لا شيء وبيني وبينكم انا ران انظر الى الناس اللي عمالت تقول لك ايه اصلا اداءنا كان وحش اصلا اداءنا مش عارف ايه انا بالنسبة لي في مثل هذه المباريات الفوز والثلاثة نقاط هو الاهم الفوز والثلاثة نقاط هي الطريق الى المونديال معلش احنا لو لقدر الله خرجنا من المونديال مش هيقول لك النهاردة وصلنا يعني في المونديال 2026 مش هيقول لك اصلوا النهاردة يوم مباراة مصر وسيرليون مصر ما كانتش كويسة ما حدش هيقول هذا الكلام ولكن اللي حنقوله ايه اللي حنقوله ان احنا قدرنا نكسب سيرليون 2-0 في ارضاق او في لايباريا لان ده يعتبر مباراة خارج ارضك ماناش دعوة بقى هي بتتلعب برا سيرليون دي حاجة تخص الاتحاد السيرليوني لكن انا بالعب خارج ارضي ادرت اكسب 2-0 ادرت ان انا اعمل مباراة جيدة مباراة جيدة المباراة دي كمان بتوصل رسائل مهمة لكل المنتخبات الافريقية خلي بالحضرتك مش المهم ان انا اكسب الاتنين الست نقاط ولكن المهم بالنسبة لي ايه الرسائل اللي بتاخدها الفرق او المنتخبات الافريقية هتعملوا من خلال هذه الفترة ان الفرعنا متخب مصر عازمين على التأهل المنديال وخليني برضو اتكلم بمنطقية قبل حضور البرتغالي روي فيتوريا ما كناش بنفوز برى اردنا في مثل هذه المباراة الاسمية الهمة في سنة من السنين سيرليون كانت سبب ان احنا لا نصل الى كاس الامم الافريقية تخيل حضرتك؟ فانا وجهت نظري انه في مثل هذه المباراة ازاي اكسبت ثلاثة نقاط ازاي يفوز وحط تلات نقاط جديدة على التلات نقاط الاولى واوصل لست نقاط وبعد كده نشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي؟ هذا هو الاهم هذا هو الاهم في هذا التوقيت حد يش يقول لي اصله صلاح ما اش عارف ايه واصله مين؟ هو تريزيجي الشنوية الحقيقة يعني هنتكلم عنه الواحده لانه الشنوية افضل لعب في المباراة يعني تريزيجي والشنوية يجوا على نفس يمكن يعني مش عارف اقول ان الشنوية افضل ولا تريزيجي افضل لانه تريزيجي جاب جنين وجنين حلوين جدا وفي نفس الوقت الشنوية جاء شايل مش جنين بقى شايل خمس تجوان او اربع تجوان شايل اربع تجوان اربع تجوان منهم جنين في اخر دقيقة هو ده محمد الشنوية بالمناسبة اللي كان البعض بيتكلم عنه من اسبوعين ثلاثة ما احنا لازم نخلي بالنا من مثل هذه الامور هو ده محمد الشنوية اللي رد فعله بينه وبين المهاجم اتنين يارضى او لتلاتة يارضى وبيعمل رد فعل اعجازي في اخر المباراة انا للأسف مش عارف اجابها لحضراتكم لانها مش حقنا لكن في اخر المباراة الراجل بيعمل رد فعل اعجازي اعجاز اللي هارضى اللي بيعمله الشنوية سيبك من الكورات الانفرادات الكتير اللي شالها طول المباراة انا بكلمك على كورة بينه وبين اللاعب المهاجم في سيراليون تلاتة يارضى يعني هو جوه سكس يارضى بيارضتين تلاتة فبينك وبينه وبيعمل رد فعل ري اكشن غير طبيعي غير طبيعي انا الحقيقة متفائل جدا جدا بالمنتخب بعد اللي شفته فيه مباراة جيبوتي والفوز بسوداسية ثم الفوز على سيراليون خلاني الحقيقة ابقى واثق في قدرات هذا الجيل اللي ان شاء الله يصل الى التأهل الى كأس العالم عشرين ستة وعشرين ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع انه توج بأمم افريقيا ان شاء الله اللي حتيجي يعني امم افريقيا حتبقى السنة الجاية السنة الجاية ده يعني ايه يعني اه كمان شهر ونص مش بعيد يعني ولكن في النهاية اللي بقوله لحضرتك انه هذا المنتخب قادر ان شاء الله قادر على بالفوز او المنافسة على الامم الافريقية ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع بعد كده ان احنا نفوز ببطولة الامم الافريقية ونبقى بقى ايه فاضين وكل فكرنا الفترة اللي جاية ان احنا ازاي نصل الى كأس العالم الى كأس العالم لكرة القدم في ازاي نصل الى كأس العالم لكرة القدم عشرين ستة وعشرين مرة تانية محمد الشناوي هذا اللاعب الكبير هذا النجم الكبير هذا اللاعب الرائع هذا الاسطورة في كرة القدم الحقيقة وفي مركز حراسة المرمى يستحق مننا كل التقدير وكل التحية زي ما في بعض الاوقات هناك من ينتقد اداء الشناوي وبالمناسبة لما باجي اتكلم مع محمد محمد الشناوي لما باجي اتكلم معاه بيقول يا كابتل ان انا ما عنديش مشكلة ان انا اي حد ينتقد لان الناس دي هالي رفعاني فوق رفعاني سابع سامة وبالتالي اللي عمله النهاردة انا بقول لحضرتك تخيل اللي بييجي يجون في الديئة 95 اعتقد الكرة دي او 94 وبيبقى بينك وبين المهاجم ياردتين او ثلاث ياردات وتعمل رد فعلي زي اللي عمله محمد الشناوي في هذه المباركة اللي بالك الخمس ده الاخيرة قد ممكن الدنيا تتقلب عليك لو الجندة دخل كده هتبقى النتيجة اتنين واحد ويا عالم في ظل ان احنا خط دفعنا لم يكن على افضل مستوى ولكن في النهاية قدرت تكسب بهدفين مقابلة شيء باقدام هذا النجم الكبير الحقيقة تريزي جي تريزي جي كل ما يبدأ مباراة او كل ما بيلعب مباراة بيثبت قد ايه هو نجم كبير وله ثقل كبير جدا مع منتخبنا الوطني هو وكل اللاعبين اللي موجودين ولكن اللي بيعمله تريزي جي النهاردة هو افضل لعب في العشر لاعبين الحقيقة بعيدة مع المحمد الشيناوي تريزي جي النهاردة هو افضل لعب في اللي موجودين عمل مباراة على اعلى اعلى مستوى بيجري لغاية الدقائية الاخيرة خلي بالك تريزي جي راجع من اصابة وكان في تركيا بيلعب الفترات الاخيرة ما كانش بيلعب كتير ولكن بيؤدي بشكل رائع جدا وانه هو يحرز هدفين ويرجع لمنتخب ويرجع لناديه اعتقد ان هو الفترة اللي جاية ان شاء الله تريزي جي يستطيع ان يكون منتخبنا بوجود محمد صلاح بوجود محمد الشيناوي بوجود زيزو بوجود بقية اللاعبين اللي موجودين ان شاء الله عشان ربنا يكرمنا وانا استطيع ان نفوز بكأس الامم الافريقية ومن بعد كأس الامم الافريقية ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل مشوار منتخبنا الوطني ان شاء الله الى كأس العالم عشرين ستة وعشرين